كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن ما يتم تنفيذه من أعمال في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر لقمة المناقب 27 يؤكد قدرة مصر على تنظيم واستضافة مثل هذه الأحداث العالمية كما يعكس حجم التنسيق بين مختلف الجهات المصرية والتعاون مع الجهات الدولية المعنية جاء ذلك خلال تفاقده موقف تقدم الأعمال بالمنطقة الخضراء التي يتم إقامتها بحديقة السلامة وكذلك المنطقة الزرقاء استعدادا لاستضافة العديد من الفعاليات خلال قمة المناخ كوب 27 كما تفقد رئيس مجلس الوزراء القرية البدوية مشيدا بما ستقدمه من خدمات لمختلف المشاركين والحاضرين لمؤتمر المناخ